السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة FTH EDUC اليوم جئتكم فيديو جديد خاصة لمحبي المغامرات ومحبي خوض المعارك وذلك إنجاز المهام الصعبة اليوم هذا الكتاب أريد أن أشارككم إياه وهو ليس للقراءة إنما هو للعب هو إنجاز مهمة ما الجميل فيه هو أنه متفرع جدا يعني يمكنك أن تلعبه مرارا وتكرارا وفي كل مرة لن تمل منه لأنك لن تعيد نفس الطريقة التي مررت منها من قبل وفي كل مرة تلعب فيها تستطيع أن ترسم خريطة من الطريقة التي مررت منها تفاديا يعني للأخطاء التي قمت بها من قبل أو لطرق الغير صحيحة التي كنت قد مررت منها من قبل لأن هذا الكتاب يعطيك حرية لاختيار اختيار طريقك واختيار مثلا الوحوش التي ستحاربها هل ستحارب أم أنك ستستسلم أم أنك ستسلك طريقا أخرى هذا كله سيكون من اختيارك هناك فقط بعض الأشياء التي يفرضون عليك مثل الوجبات يعطونك وقت محدد لأكل الوجباتك تابعوا معي للأخير وستعرفون كل شيء عن هذا الكتاب وعن طريقة اللعب أول شيء سأعطيكم طريقة اللعب في هذا الكتاب أول شيء قبل أن تبدأ مغامرتك فإنه تكون لديك معدات هذه المعدات عبارة عن سيف لديك هناك سيف حقيبة حقيبة الظهر فيها عشر وجبات يعني عشر وجبات أكلة يعني لديك درع مثلا يحميك من الصدمات وهكذا أول شيء نصيحة يعطونها لك هو أن يقولون لك الأماكن التي توجد فيها مجوهرات فستجد فيها الكثير من الوحش وبهذا فإنك تسلك طريقا يؤدبك إلى الموت لأنهم سيحاربونك بكل تأكيد حماية لتلك المجوهرات أو تلك يعني الكنز حاولت مرارا وتكرارا هذه هي خريطة حاولت مرارا وتكرارا مثلا أن أرسمها كلها لكنني أصل تقريبا إلى نصف النهاية أو إلى ربع النهاية فأجد أنها متفارعة جدا ولا أستطيع أن أكملها أو بالأحرار لم أستطيع أكملها أول شيء مهمتك هي إنقاذ تيتان تيتان هي بلد أو جزيرة من ما من ليفولوردام ليفولوردام يسارق الأرواح تبدأ مغامرتك من جزيرة اسمها بوليكا تبدأ مغامرتك في قارب أو يمكن أن تكون سفينة اسمها البطرس وبهذا ست كل مرة في كل مرحلة تجدها أصعب من الأخرى أولا في أن تختار الطريق مثلا يقولون لك هل هنا تريد أن تحارب أو تريد أن تهرب مثلا لديك طرق تختارها سأريكم طريقة اللاعب أولا قبل اللاعب كيفية الحصول على نقاط قوتك نقاط قوتك تتكون من نقاط نقاط الهجوم ونقاط الدفاع وكذلك نقاط الحظ الحظ كذلك مهم جدا في هذه المرحلة تابعوا معي وستعرفون بالتفصيل كيف سنحصل على نقاط القوة أول شيء يقولون لك إن هنا عليك رمي اثنان من هذه النرد يعني هذه المكعبات التي تحتوي على الأرقام عندما ترمي اثنان الرقم الذي ستحصل عليه ستضيف له رقم ستة وهكذا ستكون حصلت على هذه النقطة هذا الرقم رقم أساسي يجب عليك لحفاظ عليه لا يمكن تغييره النقطة الثانية سترمي كذلك اثنان من هذه النرد وستضيف الرقم اثنان عشر إلى نقاط الاندرانس إلى النقاط التي حصلت عليها وستضيعها أمام الاندرانس هنا نقاط الهجوم وهنا نقاط الدفاع وبالنسبة لنقاط الحض فإنك ترمي مكعب واحد فقط نرد واحد فقط وتضيف رقم ستة إلى الرقم الذي حصلت عليه الرقم الذي حصلت عليه وتضعه أمام نقاط الحض مثل هكذا مثلا حصلت على في total WT حصلت على اثنى عشر نقطة وتotal d'ongerance حصلت على أربعة عشر نقطة وفي total d'ongerance يعني الحض حصلت على اثنى عشر نقطة طريقة اللاعب طريقة اللاعب عندما تقابل يعني عندما تضطر يعني تختار أنت أن تحارب يعني عندما تقابل وحش من الوحوش في مهمتك الصعبة عندما تختار أن تحارب فإنك فإنك سترمي نردين لكل واحد يعني مثلا سترمي نردين الرقم الذي ستحصل عليه ستضيفه إلى نقاطي يعني كلما قابلت وحشا ما فستجد لديه نقاط ونقاط الاندرونس سترمي نردين ثم ستضيفه تلك النقاط إلى نقاط وكذلك أنت ستضيفه تلك النقاط التي حصلت عليها إلى نقاط لديك يعني نقاط القوة لديك ولديه وبعدها ستقارن عندما سكون نقاط قوتك أكبر من نقاط قوتي فأنت ستكون نقاط فزده ليس فزده بالمعركة وإنما قد حصلت له جروح وبذلك ستنقص لديه نقطتين يعني ستطرح نقطتين من نقاط الاندرونس لديه وليس نقاط الاندرونس وإن كان العكس فإنك ستخسر أنت نقطتين إما أن يخسر الوحش نقطتين أو أن تخسر أنت نقطتين وفي هذه الحالة أنت ستختار إن كنت ستستعين بالحض يجب عليك أن تستعين بالحض في الوقت الذي أنت متضر إليه يعني في نقاط الحض عندما تضطر إلى مثلا أن تستعين بالحض فإنك فإنك سترمي نردين سترمي نردين من هذه المكعبات مثلا سترميها والنقط التي حصلت عليها ستقارنها بالنقط الأساسية النقط الأساسية عندما تكون النقط التي حصلت عليها أصغر من نقاطك الأساسية فأنت محظوظ في هذه الحالة أنت محظوظ وعندما تكون نقاطك التي حصلت عليها أكبر من نقاط الأساسية فأنت غير محظوظ في هذه الحالتين عندما تكون محظوظ أو غير محظوظ في حالة إن كنت محظوظ وكنت أنت المصاب فإنك عود أن تطرح من نقاطك نقطتين فإنك تطرح نقطة واحدة فقط يعني تكون جروحك خفيفة يعني بهذا المعنى تكون جروحك خفيفة أما إن كنت غير محظوظ إن كنت حصلت على نقطة غير محظوظ فإنك سعود أن تطرح نقطتين من نقاطك إن كنت أنت المصاب أن تطرح نقطتين من نقاطك فستطرح ثلاث نقط من نقاطك وكذلك بالنسبة إلى إن رميت الحد بالنسبة لتزيد من عنق جرح الوحش مثلا عود أن تطرح لديه نقطتين مثلا إن كنت محظوظ فستطرح من نقاطه ثلاث نقاط وإن كنت غير محظوظ فستطرح نقطة واحدة فقط من نقاط والنقطتين لهذا عليك أن تتوخ الحذر في رمي الحد لأن في كل مرة ترمي فيها الحد ستنقص نقطة من النقطة الأساسية كل مرة أردت أن تستعين بالحذ فستطرح نقطة من النقطة الأساسية للحذ وهكذا ستعيدون اللعب ستعيدون اللعب إلى أن تصبح لديكم نقاط الأندرانس يعني ستكون نقطة الأندرانس لأحد ما يعني للبطل أو للوحش صفر وهذا تسمى قد قتل أحد منهما إما الأندرانس أنت مثلا تحارب عندما تصل إلى نقطة الصفر للأندرانس فأنت ستكتب game over يعني انتهت اللعبة هنا وعندما تكون نقاط الأندرانس لدى الوحش هي التي وصلت إلى نقطة الصفر فأنت بذلك قد فزت وبذلك تكمل مهمتك إلى أن تحصل على المهمة التي خلت من خلال هالمغامر نقطة نقطة مهمة أريد أن أضيفها هي بالنسبة للأكلة يعني عندما يعطونك الإذن أن تأخذ أكلة فإن كل أكلة تعطيك أربع نقاط من الأندرانس كما تعرفون أن الأندرانس في كل مرة تحارب فيها فإنها تنقص لديك تنقص نقاط الأندرانس لديك وإن وصلت إلى الصف يعني ذلك الموت وانتهاء اللعبة يجب أن تعيد من جديد ولهذا عليك توخي الحضر وأخذ وجبتك عندما يعطونك الإذن بذلك وعندما تحصل على مثلا في مهمتك فإنك ستلتقي بكنوز وب يعني في خلال معارك تستطيع أن تربح يعني وسائل تحارب بها عندما ستحصل على عندما تحصل على النغم ماجيك فذلك يعني أنك ستضيف نقطة واحدة إلى نقطة لديك والنقاط الأساسية التي حصلت عليها في الأول لا يمكنك تجاوزها أبدا مهما حصلت على مثلا نقطة الأندرانس ارتفعت إلى أن وصلت إلى النقط الأساسية فحافظ على وجباتك مثلا هذه نصيحة حافظ على وجباتك إلى أن تنقص لديك نقطة الأندرانس لتضيفها لأنك إن أخذت وجبة ونقطة الأندرانس لديك وصلت إلى النقط الأساسية فإن وجبتك لن تضيف لك أي نقطة لأنك لن يمكن أن تتجاوز نقطة الأساسية أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو أكون قد أفدتكم وإن كان لديكم قد جربتم مثلا كتابا من هذه الكتب أو مثلا كتابا أعجبكم وستمتعتم سواء للعب أو للقراءة فلا تنسون أن تشاركون به كذلك والجميل في الكتب أنها يعني ليست كألعاب الإلكترونية ففي الألعاب الإلكترونية تكون حريتك محدودة في وقت انتهاء البطارية يعني حين تنتهي البطارية فإن متعتك في اللعب تنتهي وتكون مرهونا أمام الشاحن يعني في الوقت أما بالنسبة الكتاب فلك الحرية في أن تأخذه أينما ذهبت وتقرأه وتستمتع به كذلك أو تلعب من خلاله مثل هذا الكتاب التي تحتوي على فإنها خاصة باللاعب أن تلعب في أي مكان أردت ويمكنكم التغيير يعني عوض أن تلعبوا دائما بالألعاب الأكترونية جربوا أن تلعبوا من خلال الكتاب وبذلك فستكون يعني ستنموا من من تخيلاتكم ستستطيعون أن من خلال تخيلاتكم للمغامرة فستستطيعون أن تعيشونها بتقنية ترواد يعني تقنية تلعتي الأبعاد من خلال تخيلاتكم أما بالنسبة الأعاب الإلكترونية فلا يمكنكم تخيل أي شيء لأن الصورة أصلا موجودة أمام أعينكم ولا يمكنكم تغييرها أتمنى أن أكون قد أفدتكم ومرحبا بانتقاداتكم ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع وشكرا لكم وإلى اللقاء